لنفترض وجود مجموعة ما من المتجهات ولتكن A1 A2 وصولا إلى A N مع العلم بأن مجموعة المتجهات هذه تمثل قاعدة للفضاء الجزء A V والآن ما أريد توضيحه لكم في مقطع الفيديو هذا هو أنه إذا كان لهذه المجموعة N من المدخلات حيث أن أي مجموعة تعبر عن مدى V يجب أن يكون لها على الأقل العدد N من المدخلات دعوني أكتب ذلك يجب أن يكون لأي مجموعة لها مدى على الأقل العدد N من المدخلات أي العدد N من العناصر توجد عدة ضروق للتعبير عن متجهات مجموعة وبما أنه يجب أن يكون لكل مجموعة لها مدى على الأقل العدد N من العناصر وإذا كان لمجموعة القاعدة العدد N من العناصر للفضاء الجزء V أو لنتحقق من إمكانية التعابل مع مجموعة تحتوي عدد العناصر الأقل من العدد N من العناصر ونتحقق من جود أية تناقضات في كل الحالتين لذلك لنفترض وجود مجموعة ما ولتكن المجموعة B التي تحتوي على العناصر B1 وB2 نصرا إلى BM حيث أن العدد M أصغر من العدد N إذن توجد مجموعة تحتوي على عدد من العناصر أقل من عناصر مجموعة A الموجودة في الأعلى ولربما تتساءل الآن قمنا بإيجاد مجموعة المتجهة هذه التي لا تحتوي على عدد أقل من عدد عناصر المجموعة A فحسب بل تشكل مدى للفضاء الجزئي V وربما تضيف أيضا أنك غير متيقن مما نقوم به الآن لأنك تعتقد أن القاعدة المكتوبة باللون الأخضر هذه دائما صحيحة إذن ما نتعامل معه الآن عبارة عن تجربة مجردة لذا سأجيب على التساؤل حسنا أنت تفترض أن هذه المجموعة تشكل مدى للفضاء الجزئي V إذن لنقوم بإجراء عملية ما لنتحقق من ذلك أولا سأقوم بتعريف مجموعة جديدة ولتكون هذه المجموعة B واحد شرطة ولاحقا ستتركون سبب كتابة الرمز بشكل قد يبدو غريبا لكم والآن ما ستحتوي عليه هذه المجموعة B زائد المتجه A واحد وبالتالي يوجد العنصر A واحد ثم جميع عناصر المجموعة B وهي B واحد B اثنين وصولا إلى B أم والآن أعتقد أن كلانا يوافق على أن هذه المجموعة تابعة خطيا كيف علمنا بذلك؟ حسنا الاستقلال الخطي يعني أنه على الأقل يمكن تمثيل أحد عناصر هذه المجموعة كتركيبة خطية من العناصر الأخرى حيث أننا نعلم أن العنصر A واحد يعد أحد متجهات القاعدة للفضاء الجزئي V أي لتعريف القاعدة الذي توصلنا له هنا إلا أن جميع متجهات القاعدة عبارة عن عناصر في الفضاء الجزئي V فلو كانت هذه المجموعة عبارة عن قاعدة للفضاء الجزئي V إذن هذا يعني أن هذه المجموعة تمثل مدى القاعدة الخاص بالفضاء الجزئي V أو بمعنى آخر يمكن تمثيل أي عنصر في المجموعة V كتركيبة خطية لمدخلات المجموعة A وبتعبير آخر كل تركيبة خطية لعناصر A توجد في الفضاء الجزئي V وإحدى التركيبات الخطية لهذه العناصر تتمثل في جعل معامل A واحد يساوي العدد واحد ومعاملات المدخلات الأخرى تساوي صفر ومن الواضح أن العنصر A واحد ينتمي أيضا إلى هذه المجموعة وبالتالي إذا كان العنصر A واحد ينتمي إلى الفضاء الجزئي V وما تبقى من هذه المدخلات تشكل مدى V أي ومن خلال التعريف إذا كانت هذه المدخلات تمثل مدى المجموعة V فعندئذ إحدى هذه التركيبات الخطية الخاصة بهذه المدخلات من الممكن أن تستخدم لإنشاء أي من عناصر المجموعة V إذن أصبح بالإمكان الآن استخدام إحدى التركيبات الخطية لهذه المدخلات لإنشاء العنصر A واحد أي يمكن القول أن العنصر A واحد يساوي D واحد حيث أن المدخلات العنصر D تعد كثوابت وبالتالي ناتج ضرب القيمة D واحد في B واحد مضافا إليه ناتج ضرب القيمة D اثنين في B اثنين وصولا إلى إضافة ناتج ضرب القيمة DM في القيمة BM وعلى الأقل يجب أن يكون أحد هذه العناصر غير صفري فنحن نعلم أن المتجه A هو متجه غير صفري وإذا كان المتجه A متجها صفريا فهذا يعني أن هذه المجموعة لا يمكن أن تكون قاعدة لأنها لن تكون مستقلة خطيا حيث يمكن تمثيل المتجه الصفري بناتج ضرب العدد الصفر في أي متجه آخر وبناء على ذلك هذا المتجه غير صفري ولهذا على الأقل إحدى هذه المدخلات غير صفري ولنفترض جدلا وجود القيمة DJ وبما أن معامل القيمة DJ غير صفري لن تساوي قيمة DJ العدد الصفر وفي الحقيقة ما يمكن القيم به هو إيجاد حلل لهذه المعادلة حيث توجد القيم DJ وBJ التي سنضيفها إلى باقي المجموعة ويمكن إيجاد ناتج ضرب القيمة DJ في القيمة BJ في حال لو طرح القيم من جنب المعادلة ثم قسمة الطرفين على القيمة سالب DJ ونقل القيمة سالب A1 على الطرف الآخر ما هو الناتج؟ حسناً علينا الآن إجراء العديد من العمليات الخطية وأعتقد الآن أنه يمكننا إعادة كتابة هذه المعادلة هنا لإيجاد القيمة DJ لذلك القيمة BJ تساوي العدد سالب 1 مقسوما على معامله لكن قبل إكمال المعادلة نقوم بطرح القيمة A1 من طرف المعادلة لينتج أن مضروبة في سالب 1 A1 ثم نضيف له جميع هذه المدخلات وهي زائد D1 مضروباً في B1 وصولاً إلى حيث سيكون لدينا هنا موضوع صغير فارغ والذي يبدو بهذا الشكل فهو عبارة عن رمز غير مألوف حيث يقع هذا الحد DJ مضروباً في BJ وصولاً حتى DM مضروباً في BM لقد قمت بهذه الخطوات من أجل أن أوضح لكم أنه يمكننا من خلال التعريف كتابة A1 كتركيبة خطية من المتجهات الأخرى إلا أننا يمكننا إعادة الصياغة بطريقة أخرى بطريقة أخرى يمكننا القول أنه نستطيع كتابة إحدى المدخلات أو أي المتجهات الأخرى كتركيبة خطية للمدخلات الأخرى وA1 وبالتالي العنصر BJ هذا مكرر حيث أنه لا يساهم في وجود مدال الفضاء الجزئي V ولكن من الواضح أن هذه المجموعة B1 شرطة لا تزال تشكل مدى المجموعة V كما أنني أضفت متجها إضافياً هنا إلا أنه بوسع الآن إزالة هذا العنصر من المجموعة B1 شرطة وتبقى هذه المجموعة تشكل مدى V كيف عرفت ذلك؟ ذلك لأن إزالته من المجموعة لن تحدث أي تغيير إذن لو أردت من أحد المتجهات المجموعة B1 شرطة أن ينشئ متجه BJ فعندئذ يمكن إنشاؤه كتركيبة خطية لبقية المدخلات B بالإضافة إلى A1 لذا سوف أزيله من المجموعة وفي الواقع سوف أغير اسم القيمة BJ وذلك للمحافظة على وجود الرمز بشكل صحيح لأن مسمهه الحالي غير مألوف كما أنه لا يستخدمه في كتب الجابر وسوف يكون من السهل الحديث عن هذه المدخلات المضمنة في منتصف هذه المعادلة أقصد هذه المسميات B1 B2 BN فهم عبارات عن مسميات عشوائية لذا دعوني أستبدل هذه المسميات ونفترض أن BJ تساوي B1 وB1 تساوي BJ وكل ما فعلته هنا هو أنني قد استبدلت المسميات والآن أعدنا تسمية العنصر BJ بالعنصر B1 كأستطيع استبدالهم والآن سأقوم بزالة القيمة B1 من قيام المتجه لجعل الرموز أكثر سهولة ولكن إذا حذفنا القيمة BJ من المنتصف سيتسبب ذلك في حدوث إرباك لذا سوف نقوم بتسمية المجموعة الجديدة بعد حذف BJ التي أعدت تسميتها كالمجموعة B1 إذا مجموعة B1 تساوي القيم A1 وتذكروا هنا أنني حذفت القيمة BJ وعدت تسميتها B1 هذه كالقيمة BJ ثم B2 لن نعلم هنا إما كانت BJ عبارة عن B1 كما أن هناك العديد من هذه المدخلات غير الصفرية لذا بإمكاننا انتقاء أي هذه المدخلات لاستبدالها بالقيمة BJ وعلى أي حال لقد أعدنا تسمية العنصر BJ وأسميناه B1 ومن ثم حذفنا B1 من المجموعة إذن ستبدو المجموعة بهذا الشكل ثم نضيف العنصر بثلاثة وصول إلى BM كما أن هذه المجموعة موضوع الحديث لا تزال تشكل مدى الفضاء الجزئي B إضافة إلى أننا على دراية بذلك لأن العنصر الذي حذفناه يمكن أن يتم إنشاؤه بواسطة أي تركيبة خطية لأعناص المجموعة B1 شرطة ولذلك لم نفقد إمكانية إنشاء أي متجه في المجموعة بواسطة المتجهات الأخرى في المجموعة B والآن دعونا ننشئ متجها آخر ولكن هذا المتجه عبارة عن B2 شرطة وما سأقوم به الآن هو أنني سأخذ عنصرا آخر من قاعدة المجموعة B ولكن هذا العنصر هو A2 والذي سوف أكتبه كعنصر في هذا المتجه الجديد والآن هذه المجموعة ستبدو بهذا الشكل حيث أن الناس سنضيف لها A1, A2, B2, B3 وصولا إلى Bm وبالطبع لا زالت هذه المجموعة B2 شرطة تشكل مدى الفضاء الجزئي V وكما ترون أنني قد أضافت العنصر A2 للمجموعة السابقة إلا أن المجموعة B هي بالتأكيد تابعة خطيا وللتذكري فقط لم أذكر في البداية في الأعلى إذا كانت المجموعة B تابعة خطيا أم لا فلربما يكون كذلك أو العكس ولكن عند إضافة العنصر A1 الذي ينتمي للفضاء الجزئي V فبالتأكيد ستكون هذه المجموعة B1 شرطة تابعة خطيا وذلك لأن عناصر المجموعة تستطيع أن تنشئ هذا العنصر A1 وبنفس الطريقة فنحن على دراية من أن هذا المتجه A1 يشكل مدى الفضاء الجزئي V لذا عندما نضيف العنصر الجديد A2 نعلم أنه يمكن إعادة كتابته كتركيبة خطية للعنصر الأخرى لذلك تعتبر هذه المجموعة B2 شرطة تابعة خطيا وبالتالي يمكن القول أن A2 تساوي ثابت ما وليكن C1 مضروبة في A1 زائد C2 مضروبة في B2 زائد C3 مضروبة في B3 وصولا حتى CM مضروبة في BM والآن على الأقل فإن أحدى هذه المعاملات لا يساوي صفرا لذا فإن أحدى قيم الثابت CI على الأقل لا تساوي صفرا إضافة إلى أنني سأفترض أنه على الأقل يجب أن تكون أحدى هذه المدخلات خارج هذه المجموعة أو أن يكون أحد معاملات القيم B لا يساوي صفرا والآن ماذا لو كانت جميع هذه العناصر C2 مضروبة في B2 زائد C3 مضروبة في B3 وصولا حتى CM مضروبة في BM تساوي صفرا حسنا إذا كانت جميع هذه العناصر تساوي صفرا فهذا يعني أن A2 عبارة عن تركيبة خطية للعنصر A1 أي أن يتم حذف جميع هذه العناصر التي تساوي صفرا وسيتبقى لدينا A2 التي تساوي ثابت ما مضروبا في A1 إلا أننا نعلم أن هذا غير صحيح وذلك الآن كلا العنصرين ينتميان إلى منفس المجموعة المستقلة خطيا أي أنهما يأتيان من نفس القاعدة الخاصية بمجموعة مستقلة خطيا حيث لا يمكن تمثيل العنصر A2 كتركيبة خطية لباقي العناصر في المجموعة ولذلك نستطيع القول أن إحدى معاملات القيم B لا بد أن لا يساوي صفرا ولنفترض أنه لدينا الآن Cj مضروبة في Bj وهذه الرموز تختلف عن التي استخدمناها من قبل كما أنه على الأقل يجب أن يكون أحدى هذه العناصر C2C3CM لا تساوي صفرا وذلك لأنه لو كانت جميع هذه العناصر غير صفرية فعندئذ فلن نستطيع القول أن كل من هذا المتجه A2 والمتجه A1 مستقلان خطيا وذلك لأنهم في هذه الحالة سيصبحان عبارة عن مضاعفات كمية قياسية لبعضهم البعض والآن سنتبع نفس الخطوات السابقة إذن هذا العنصر Cj مضروبا في Bj الواقع هنا يعد معاملا غير صفري لذا يمكننا إيجاد حل العنصر Bj إذن العنصر Bj يساوي سالب 1 مقسوما على Cj مضروبة في سالب A2 زائد C2 مضروبا في A1 وصولا حتى CM مضروبا في BM إذن لدينا هنا العنصر Bj الذي يمكن تمثيله كتركيبة غطية لباقي العناصر بما فيه من العنصر الجديد A2 وكما فعلنا سابقا دعونا نخرجه من المجموعة ولكن قبل إخراجه من المجموعة سأعيد تسميته لتبسيط القموس لذا سأسمي العنصر Bj كالعنصر B2 والعنصر B2 سأسميه Bj لقد قمته فقط باستبدال المسميات والآن سأحذف العنصر B2 حيث يمكن تمثيله كتركيبة خطية لباقي العناصر بما فيه من العنصر الجديد A2 والآن عند إزالة العنصر Bj وعدت اسميته B2 سأقوم بإنشاء مجموعة جديدة تسمى B2 وتجتمل هذه المجموعة على القيم A1 A2 ويتبقى لدينا باقي العناصر B وهي B3 B4 وصولا إلى Bm وكما تلاحظون أنه لا يزال يوجد لدينا العدد M من العناصر ولا تزال هذه المجموعة تشكل مدى الفضاء الجزئي V وذلك لأن العنصر الذي تم حذفه من هذه المجموعة يمكن تمثيله كتركيبة خطية لباقي عناصر المجموعة لذا لو أردت إنشاء هذا المتجه يمكن القيم بذلك بوسط تركيبة خطية لعناصر المجموعة لذا لا تزال هذه المجموعة B2 تشكل مدى الفضاء الجزئي V لذا يمكنني إعادة العملية ذاتها التي قمت بها للتو أي يمكنني إضافة العنصر A3 وسوف أقوم بتعريف المجموعة B3 شرطة حيث يمكنني إضافة العنصر A3 لهذه المجموعة وبالتالي تحتوي المجموعة B3 شرطة على القيم 1 A1 A2 A3 ثم B3 B4 وصولا إلى Bm حيث أن هذه المجموعة تشكل مدى الفضاء الجزئي V ولهذا فجميع عناصر هذه المجموعة باستثناء العنصر A4 يشكلون مدى الفضاء الجزئي ومن الواضح أنه من الممكن إنشاء هذا العنصر A3 من خلال تركيبة خطيات لما تبقى من العنصر وبالتالي يمكننا القول أن العنصر A3 يساوي A1 مضروبا في C1 زائد A2 ضرب C2 زائد C3 ضرب B3 زائدا وصولا إلى CM ضرب BM كما نعلم أنه يجب أن يكون واحدا على الأقل من هذه المعاملات المضروبة في العنصر وذلك لأنه إذا كان كل من هذين المعاملين C2 وCm يساوي صفرا ففي هذه الحالة يمكن تمثيل العنصر A3 كتركيبة خطية للعناصر A ولكننا على دراية أنه لا يمكن تمثيل العنصر A3 كتركيبة خطية للعناصر A وذلك لأن كل عناصر A تنتمي إلى مجموعة مستقلة خطية وبالتالي يمكننا القيام بنفس العملية إذن سنفترض أنه لدينا هنا الثابت CJ والذي لا يساوي صفرا ثم يمكننا إيجاد قيمة العنصر BJ ثم سأقوم بتسمية الرمز BJ بالرمز B3 والتسميته B3 بالرمز BJ ثم سأحذف B3 من المجموعة وبالتالي سنحصل هنا على مجموعة رديدة تسمى B3 والمكونة من A1 A2 A3 B4 وصولا إلى BM ومن ثم تشكل هذه المجموعة مدى الفضاء الجزئي B أيضا ثم أواصل العملية بنفس الطريقة لذا ماذا سينتج في النهاية عند تكرار هذه العملية مرات عدة حسنا عندما أقوم باستبدال كل العناصر N سأقوم في النهاية على مجموعة تبدو بهذا الشكل المجموعة BM حيث يتم استبدال كل من هذه العناصر في المجموعة B3 بالعنصر A وبالتالي تتكون هذه المجموعة من A1 A2 A3 وصولا إلى AM حيث أنه دائما يمكن القيام بهذا من خلال التعريف إذا بدأنا بالمجموعة الأولى والتي تعد مجموعة المدى B وفرى الانتهاء من العملية سوف نحصل عن نفس النتيجة أي أن هذه المجموعة BM تشكل مدى الفضاء الجزئي B والآن دعوني أكتبوا النتيجة التي توصلنا لها من خلال البدء بمجموعة ذات مدى B والتي تتكون من العدد M من العناصر حيث أن M أقل من N وكما ترون يوجد لدينا عدد من عناصر A أكبر مما لدينا من عناصر B وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه المجموعة BM تشكل مدى الفضاء الجزئي B لقد ذكرت مسبقا أن المجموعة A التي تتكون من A1 A2 وصولا إلى AM ثم AM زائد 1 سوف أمحو آخر عنصر كتبته حيث لا أعرف عدد عناصر التي تتقع بين كل من M و N ونكمل أصولا إلى A N ويجب التذكير أن N أكبر من M حيث أنه عندما تم تعرف المجموعة B ذكرنا أن M أصغر من N وهذا يعطي نفس المعنى أي أن مجموعة M أصغر بالإضافة لذلك تشكل هذه المجموعة A مدى الفضاء الجزئي ولكن في نفس الوقت قلت بأن هذه المجموعة A عبارة عن قاعدة خاصة بالمجموعة B وكون قاعدة يعني أمرين فهذا يعني أن المجموعة A تشكل مدى الفضاء الجزئي V ويعني أيضا أن المجموعة A مستقلة خطيا والآن قد توصلنا إلى هذه النتيجة من خلال افتراض أنه لدينا مجموعة هما B أصغر من هذه المجموعة A التي تشكل مدى الفضاء الجزئي V حيث أننا استطعنا أن ننشئ هذه المجموعة B من خلال القول أن المدى من A1 إلى A N يشكل أيضا مدى للفضاء الجزئي V إذن فالنتيجة التي توصلنا لها تشير إلى أن هذه المجموعة B تشكل مدى الفضاء الجزئي V ولكن إذا كانت المجموعة الجزئية من المجموعة A تشكل مدى الفضاء الجزئي V فهذا يعني أن A يمكن التعبير عنه كتركيبة خطية لهذه العناصر التي أحيطها بلون الأصفر وهذا بدوره يشير إلى أن هذه المجموعة A تابعة خطيا وهذا يعد تناقضا مع ما ذكرنا في البداية بأن المجموعة A عبارة عن قاعدة للفضاء الجزئي V وذلك يعني أنها مستقلة خطيا والآن إذا كانت هناك مجموعة ذات مدى أصغر فعندئذ سنحصل على نتيجة مفادها أن A يريد أن تكون تابعة خطيا وحتى في حال لو كانت مستقلة خطيا والآن بعد التوصل إلى حالة التناقض في النتائج فهذا يعني أنه يستحيل وجود مجموعة ذات مدى B والتي تشتمل على عدد أقل من العناصر التي تشتمل عليه المجموعة A كما أن هذه النتيجة تعد نتيجة مقنعة لو افترضنا وجود مجموعة ما X وهي عبارة عن مدى للفضاء الجزئي V علم بأن المجموعة X تتكون من خمسة عناصر عندها نعلم أنه لا توجد أي مجموعة تشكل مدى الفضاء الجزئي V تحتوي على الأقل من خمسة عناصر أو بشكل أفضل لو أخبرتكم أن المجموعة X عبارة عن قاعدة للفضاء الجزئي V علم بأنها تتكون من خمسة عناصر وأن المجموعة Y أيضا عبارة عن قاعدة أخرى للمجموعة V دعوني أكتبها بشكل أكثر ترتيبا حيث أن Y تعد أيضا عبارة عن قاعدة للفضاء الجزئي V عندها لابد أن تحتوي المجموعة Y على خمسة عناصر وكيف عرفت ذلك؟ حسناً إذا كانت المجموعة Y عبارة عن قاعدة إذن فهذا يعني أنها لابد من أن تشكل مدى للفضاء الجزئي V كما أننا على دراية من أنه لا يمكن المجموعة Y أن تجتمل على أي عدد أقل من خمسة عناصر حيث ذكرنا ذلك للتو يجب أن تجتمل المجموعة Y على أكبر من أو يساوي خمسة عناصر ومن ناحية أخرى إذا كانت المجموعة Y عبارة عن قاعدة للمجموعة V وإذا كانت المجموعة X أيضاً عبارة عن قاعدة للفضاء الجزئي V مع العلم بأن المجموعة X تشكل مدى الفضاء الجزئي V وبالتالي يجب أن يكون عدد عناصر مجموعة X أقل من عدد عناصر مجموعة Y إذن عناصر مجموعة Y يجب أن يكون أكبر من عناصر مجموعة X وذلك لأنه يجب أن تحتوي على أي مجموعة تشكل مدى على عدد أكبر من عناصر أو على الأقل عدم عناصر مساوية لعدد القاعدة X وبما أن المجموعة X عبارة عن مجموعة التي تشكل مدى فيجب أن يكون العدد عناصرها أكبر من أو يساوي عناصر المجموعة Y وذلك لأن المجموعة Y عبارة عن قاعدة أيضا ولكن إذا كانت عدد عناصر المجموعة X أقل من عدد عناصر المجموعة Y والعكس صحيح وبالتالي فإننا نعلم أن عدد عناصر المجموعة X يساوي عدد عناصر المجموعة Y والآن دعونا الآن نعود إلى المجموعة A والتي تساوي A1 A2 وصولا إلى AN وتشكل هذه المجموعة قاعدة لفضاء جزئي V وبالتالي تجتمل جميع هذه المنتجهات على نفس العدد من العناصر لذا يمكننا تعرف المصطلح الجديد يسمى بعد V والذي يساوي عدد العناصر لأي قاعدة لفضاء جزئي V وقد بدلت قصارى جهدي في هذا الفيديو الواضح لكم أن أي قاعدة للفضاء الجزئي V يجب أن يكون لها نفس عدد العناصر القاعدة الأخرى أي لا يمكننا إيجاد قاعدة واحدة بخمسة عناصر واخرى لها ستة عناصر حيث يجب ومن خلال التعريف أن يكون لك لها ما خمسة عناصر أو يجب أن يكون لك لها ما ستة عناصر وبهذه الطريقة يمكننا تعريف مصطلح البعد